ضمن الحملة التثقيفية التي قام بها اتحاد طلبة كردستان فرعو كاركوك والتي تتضمن تزويد المعهد في كاركوك بمكتبات أثرية بالكتب وذلك لتشجيع طلاب على المطالعة وتزود بالثقافة من أجل ذلك افتتحات اليوم المكتبة الخاصة بمعهد العلم بحضور عدد من التدرسين والمثقفين اليوم تم الافتتاح مكتبة ثقافي في معهد العلم الغير الحكومي احنا كاتحاد طلبة كردستان فرعو كاركوك نشتغل لأجل بناء مجتمع ثقافي خصوصا لأجل ثقافة طلبة في محافظة كاركوك اليوم نشكر من الاتحاد طلبة كردستان ويما حد نفض غاز كاركوك اليوم نفتحنا من مكتبة عامة لأجل الطلاب كاركوك لأجل الثقافة من كاركوك إن شاء الله هذا أول شيء من الاتحاد طلبة كردستان وإن شاء الله بالنسبة للاتحاد طلبة كردستان هذا موشد جديد وإن شاء الله متطور بهذا الموضوع بهذا المكتبة